أهلا بكم من جديد النهاردة الزمالك حيواجه فريق الهلال السعودي في بطولة كاسلوسيل بقطر مبارا كبيرة حتجمع بين قطبين الكرة المصرية والكرة السعودية إيه اللي حيعمله الزمالك النهاردة؟ فريرة مجهز أوراقه إزاي؟ مستني يعمل إيه في المباراة؟ حيتوج بالبطولة ولا لأ؟ رامون دياز المدير الفني الهلال السعودي حيكون عنده أوراق مخبيها كده وممكن تكون أقهوة ولا لأ؟ ما فيه شك إن المباراة هتكون حماسية وحتكون كرنفالية كمان هنشوف فيها جمل تكتكية من جانب الفريقين إزاي؟ ده اللي حنعرفه ونعرف استعدادات المباراة قبل انطلاقها النهاردة مع ضيفنا الناقد الرياضي عبد المجيد فراج صباح الخير عليك صباح الخير عليك يا سيد منا صباح الخير يا سيد مصطفى سعيد إن أنا موجود معك عبد الحميد أنا عايزة أبتدي معك كده المباراة النهاردة حيبقى شكلها عامل إزاي؟ إزاي مالك معاه دلوقتي دوريين واربعات والهلال تلات دوريات واربعات كل واحد جاي فارد نفسه وعنده عشم إنه هو لازم يعمل وعندنا مباراة حماسية والناس بتتفرج وفلوس كتير فرق يعني كلها نقاط بتقول أنا لازم النهاردة أنزل أكسب هو زي ما حالتك استعرضت في تقديم المباراة مننا مباراة كارونافالية مباراة مهمة جدا فتح استاد لوسيل وفتح استاد من أهم استادات وأكبر استادات اللي هتستضيف بطولة كاس العالم في قطر إن شاء الله بعد شهرين خلاص إحنا بنتكلم في سبعين يوم وهنبدأ نستعد بقى للبطولة الأكبر والحدث الأهم كان نفسنا كمنتخب مصر يكون موجودين لكن إن شاء الله متعوضة في البطولات القادمة الاستاد ده هو اللي هيستضيف مباراة النهائية في كاس العالم فعشان كده بقولك هم مركزين جدا في أخواننا في الضحى والأشقاء في الضحى إن هم يشوفوا الوضع ده وكان الاختيار اهم دولتين ممكن يكونوا متمثلين جماهريا السعودية ومصر وعودة من جديد لبطولة كاس السوبر المصري السعودي بطل الدوري المصري هو نادي الزمالك وبطل الدوري السعودي هو نادي الهلال بيستعدوا كمان الجالية المصرية اللي موجودة في الضحى الجالية كبيرة دخول وخروج الاستاد وبيستعدوا كمان الاحتفالية كبيرة جدا غنائية هيقودها طبعا الهضب وعمر دياب هيكون موجود وإن كان في بعض كده التلميحات إنه ممكن يكون المجال الاحتفالي ده يهدى شوي هو مش هيتم إلغاءه خالص نهائيا ولكن يهدى شوي طبعا بالتزامن مع وفاة الملكة إليزة بس الثانية فيعتقد إن فيه اهتمام كبير جدا من الأشقاء في الضحى بإن المباراة دي تكون مباراة استعدادية لإحتفال الكبير أو التنظيم الكبير أنا قالت إن هم عاملين في قطر استعدادات إن أنت تمشي لمدة نصف ساعة من أي فندق ومن صحيحة المشيك هتبقى القاعدة كلها مكافغة وفيها باقر نفالية يعني أنا سؤالي يعني العالم كله حيرائب الاستادة طبعا يعني زي بيقولوا كده إيه دي التجربة الأولى أو النسخة التجربية لكاس العالم صحيح يعني الموضوع مش أسره في الإقليم العربي الموضوع ورلد واي عالمي كمان طبعا صحيح صحيح إزاي بقى الأعين العالمية لما ترأيه ما يأثر ده على مباراة زي دي مباراة زي ما قلت الحالي أخذك مهمة جدا في فكرة إن بداية كمان موسم بالنسبة للنسبة للزمالك طبعا الدوري السعودي انطلق بقاله جولتين ولكن بداية للزمالك فيه الدوري اللي جاي لسه إن شاء الله هيبقى في نصف اكتوبر الأجواء كلها زي ما قلنا الحارتك استعدادات الدخول والخروج الملعب المكيف إزاي هيتم تنظيم المباريات بالشكل ده دخول عدد كبير من الجماهير اللي استاد يسع لـ 80 ألف متفرج الناس بتسأل هو إيه لوسيل دوت الناس يعني مش عارفة اسم لوسيل حتى جاي منين أو الاستاد نفسه هيتعامل في إيه هو نابع من كلمة الوسل أو ده نبات هناك كان منتشر موجود في الدوحة وكمان الاستاد ده اهتمام الأشقاء بالدوحة بالبطولة دي تحديدا بعد البطولة وبعد بطولة كاس العالم هيتم تفكيك المدرجات وهتبقى منطقة مجتمعية وهيبقى فيها فنادي وهيبقى فيها مدارس اعتقد الوضع هناك اهتمام كبير جدا جدا بالبطولة دي وزي ما قلنا هو عودة من جديد لبطولة السوبر المصري السعودي اللي كانت أقيمت قبل كده في 2001 وفي 2003 وفي 2018 نادي الزمالك عنده تحدي كبير انه هو يكمل بطولاته في بطولات السوبر السعودي كان قبل كده توج ببطولتين وكان من ضمنهم بطولة مؤخرة اللي هي في 2018 على حساب الهلال نفسه وده بيدي حافز كمان للأخوة من 2004 لغاية دلوقتي اي مواجهة بين الهلال والزمالك بتنتهي بفوز الزمالك صحيح هو اصلا في المواجهات التاريخية الزمالك ليدنج وكعب عالي شوية على الهلال هما كان فيه قبل كده خمس مواجهات الزمالك فاز ثلاث مرات وخسر مباراة واحدة وتعادلوا مباراة ولكن تحديدا في السوبر المصري السعودي هو السوبر المصري السعودي كان قبل كده بيتلعب سواء بين بطلاية دوري أو بين بطلاية الكاس الاسماعيلي خسر مرة الاهلي خسر مرة ثم الاسماعيلي خسر تاني من اتحاد جده لما دخل الزمالك بقى في البطولة دي فاز على اتحاد جده ثم فاز على الهلال وبالتالي فهو عنده طموح وامل ان هو يعادل اولا كفتي السوبر المصري السعودي بقى فيه تلاتها في مصري وتلاتها في السعودي ويبقى بيحقق البطولة التالتة لي اعتقد ند الزمالك داخل المباراة بتركيز شديد جدا وده وضح كمان في المؤتمر الصحفي امس للبرتغالي فيريرا فيريرا كمان مش غريب على الاجواء في قطر كان موجود هناك قبل كده وبيدرب هناك في السد اعتقد مركز جدا في المباراة وبيتكلم حتى على ان هو عنده ابطال الدور عنده لعيبة سواء انا شفت تصريح لدياز وهو بيقول احنا عندنا المباراة المرة دي ما تعتقدوش انها هتكون زي مباراة الاهلي برغم ان الاهلي كان بيلعب بالاحتياطي فوزنا باربع كمصر يعني فوزنا باربع اهداف وكان دياز برضو كان عنده تصريح تاني بيتكلم فيه ان هو ان المباراة كان لها ظروف خاصة وانه كانت الكروت الحمرة دخلت في الموضوع وده اثرت على اداء اللاعبين وبيقول ان زمانك طبعا فريق كبير وكل حاجة ولكن المباراة النهاردة في الملعب تماما مفيش اي حسابات ممكن تيجي تأثر على الموضوع وكل تأكيد رامن دياز يعني بناعتبرو هنا في الوسط العربي يعني احد دهية في التدريب واحد من المدربين المخضرمين جدا في المنطقة وليه باع كبير جدا في الخليج رامن دياز مركز جدا في المواجهة ما اعتقدش ان هو هيكون داخل بحسابات سهلة زي مباراة كس العالم للاندية لما كان داخل ليدنج شوية على الناد الاهلي ولكنه فوجئ بان هو اوتو في داي او ان هو كان اليوم مش يومه وكمان زاد الموضوع ده لكن الناد الاهلي كان افضل بالمناسبة في المباراة ديات بعيدا عن الكروت الحمراء من الاهلي كان افضل وكان هو الاحسن وكان يستحق الفوز وكمان زادت النتيجة الموصلت للربعية بسبب الظروف اللي كانت بتحيط بهذه المباراة اعتقد ان هو هيكون مركز اكتر امام نادي الزمالك وزي ما قلتلك المواجهة بس هو مع الكروت كويسة يعني الكوري الجنوبي المصاب جيانج نادي للنهاردة ويقدر يلعب كنه اعتقد ان هو برغم ان هو موقوف من اللعب دولي وكانك المباراة دي تعتبر مباراة ودية فاعتقد انه ممكن يستعين بي عنده كروت يقدر يستعين بيها جاية جدا عنده موسى مريجا عنده ادوين ايجال وعنده سلم الدوسري عنده كاريلو عنده بريرا لا اسماء كتير جدا حتى المعيوف في حراسة المرمى من الناس المميزة وعنده في كل يعني في كل خط من خطوط الملعب عنده تشكيل يعني يقدر يبقى مركز فيه جدا وبيلعب بأوراقه للربحة في المباراة لكن فريرا دارس الهلال بشكل كويس واعتقد ان اخر مواجهتين للهلال في الدور السعودي فريرا حفظهم كويس وركز فيهم علشان يقدر يشتغل عليهم حلينا نقول فريرا دايما في المباراة الكبيرة بيبقى عنده دايما دايما بنقول كده ايه مفاجآت ممكن يقدم مفاجآة هل ممكن يقدر يقدم مفاجآة وخصوصا انه هو عارف كويس قوي ان انظار العالم كله بتتجه اليه وهو كمان يعني ماشي بخطة ثابتة حتى الان تكتيكيا تعتقد ممكن يعملي برافو عليك الاول على فكرة القائدو على كلمة النهائيات انه هو دايما في ريرا بيركز اوي في حتة المباراة النهائية نهائي كاس نهائي سوبر نهائي مباراة حتى لو مباراة واحدة حتى لو هي اودية دولية ولكن هو مركز عليها جدا عشان هو بروفسير بيتميز في الحيطة دي راجل مميز جدا فيها اعتقد هو في المؤتمر الصحفي ألمح لانه هيعتمد على التشكيل الأساسي اللي كان بيعتمد فيه في بطولة الدوري حتى لما أحد الصحفيين المغربة سألوا على زكريا الوارد وهل ممكن يدفع به في المباراة لا قال اننا عندي أبطال الدوري وعند اللعيبة اللي فايزة وبطولة الدوري وفايزة وبطولة الكاس فهيكون صعب اننا أبدأ مش محتاج ان هو يلعب بحد رغم وآهل تماما فهيبدأ بشكله المتعرف عليه تلاتة اربعة تلاتة طبعا عواد في حرصة المرمى والسلاسي الخالفي حسام عبد المجيد والوينش وحمزة المسلوسي وعلى الجنبين سيد نمارو وفتوح في قلب الدفاع ممكن يبقى فيها تغييرة بسيطة يعني في قلب الوسط آسف محمد أشرف روقة ومحمد عبد الغاني أو إمام عشور ومحمد أشرف روقة إمام عشور لو ما توظفش في نص الملعب هيبقى جناح حجومي هو وزيزه وطبعا قدام ما فيش خلاف على سيف الجزيرة لو إمام لعب في نص الملعب وده مركزه طبعا الطبيعي في مركز تمانية هيلعب بجناح آخر سواء بأشكبالة ممكن نشوف إبراهيم أنضاي ده ممكن الإضافة الوحيدة هو ده اللي أنا كنت عايزة أعرفه هل متوقع أنه مثلا إحنا عارفين فريرا بيحب يعمل استعراض في المباراة الكبيرة هل ممكن المرات يبتدي نصلا بشكبالة يقول خلينا نبتدي به يدي مزيد من الإطمئنان وخبرة كبيرة هتبقى مسكة الملعب تشوف في الشكبالة طبعا في الفترة الأخيرة مع فريرا فريرا بيحب يدفع به في أفضل جزء في المباراة أو في أفضل وقت يدفع به فيه الشكبالة بقدراته الفنية بيدي له تلت ساعة بيدي له نص ساعة بيبدأ الشوت الثاني معتقدش أنه هيشارك أساسي وخصوصا المباراة ديات لو هو حب فريرا أنه يأمن دفاعيا عشان كده أنا قلت ربما يتم توظيف إمام عشور كجناح مع زيزو ويلعب باتنين ستة اللي هو محمد عبدالغاني ومحمد أشرة فروق في الحالة ديات هيبقى الزمالك مقام من منطقة نص المعب شوال لأن هجوم الهلال صعب جدا زي ما قلتلك موسى ماريجا أدونيجالو سالم الدوسلي طبعا بريرا أسماق تخط طب هو حيرهن باللعبة الجديدة اللي طالما راهن بيهم قبل كده تفتكر حيبقى ليهم نصيب النهاردة ولا ما تفتكر بريرا لا أعتقد صعب نحمى عزيزو وفي الحالة ديات هيبقى الثنين بتوع نص ملعب إمام عشو ديرجع لا أعتقدش يعني لا أعتقدش هو الوحيد يعني هو أصلا هو مسافر في القايمة باثنين الجودات بس زكريا الواردي وإبراهيم انضار زكريا الواردي أكيد مش هيبقى ليه دور في التشكيل الأساسي المفاجأة ممكن يكون إبراهيم انضار نص الملعب النهاردة حيبقى عامل إزاي نقدر نقول هو الكيو اللي حيمسك نص الملعب هو اللي مسك المباراة افتفق معاك جدا ممتاز طبعا توصيف حضرتك نص الملعب هو معقل العمليات في المباراة ديات النهاردة كاريلو أو بريرا لو شارك مع وجود إمام عشور ورؤة ومحمد عبدالغاني مين فيهم هيبدأ موجود كمان الأجنحة بس 3-4-3 بتدي أفضلية شوية النادي الزمالك في المباراة ديات وحفظوها اللعيبة وبريرا حفظهم لها أعتقد مع سيد نمار هيكون ممكن يكون مفاجأة من المفاجآت فاتوح مع المباراة الكبيرة ديات برضو بيظهر بشكل كويس أتخيل إن شاء الله زمالك يقدم مباراة جيدة يتوج إن شاء الله كمصريين بيه الصبر المصري السعودي التالت ليه وزي ما قلنا بقى يعادل الكفتين بين مصر والسعودي الهلال السعودي لما لعب الأهلي آخر لقاء ليه في مع فريق مصري والأهلي كسب وربعة أعتقد بدأ بشكل قوي جدا يعني ما بدأش بشكل متحفظ بدأ بشكل رمى كل كروتو في الأول وخسر صحيح تفتكر إن التكتيج ده ممكن برضو يحصل ولا ممكن يحصل نوع من أنواع الشد والجذب زي ما بيقولوا كده بيجس ونبض الفريق الثاني شوف إحنا كمصريين عموما بنظهر في الأوقات الصعبة حتى في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة ما كناش متوقعين إحنا نصل لمراحل أخيرة بس كنا بنقدر نقدي ده فالنادي الأهلي كان رايح كاس العالم الأندية بغيابات كتيرة وعنده نقص كتير والدوليين وكل ده في الوقت اللي كان فيه الهلال نازل بكل نجومه ونازل بقوته الحجدة زي ما بيقوله فكان متخيل رامون دياز إنه هو هيخلص المبارا من الشوت الأول حصل إنه هو كان زي ما قولنا في اليوم ده والنادي الأهلي العيبة بتاعتنا قدرت إنها تركز بشكل كويس جدا وقدرت إنها تقدم مباراة جيدة وأعتقد ده يكون موجود النهار الراكماني يعني لو نحن نتكلم على سكوات ده الهلال ربما يكون أعلى كقوة وكقوة أسماء ولكن التركيز بتاع العيبة النادي الزمالك وإنهم عايزين يقدم حاجة وعيسة هو جاي كمان متحمس لسه كسبان الفتح من دور يروشف لا عموما الفريق الهلال السعودي يعني هم حتى بيحبوا جمهور السعودية ده يقول إنه إحنا كبير آسيا وإنه إحنا الزعيم هناك وإنه إحنا الناس اللي هتقدر تخلص أيام وراء بسهولة وزي ما قلت لك حتى في المواسم الماضية عندهم لعيبة كبيرة جدا بتقدر تخلص دوت وبتعمل سكور كبير في نتائج المباريات مباراة صعبة على الفرقتين ولكن إحنا عندنا ثقة كبيرة جدا في نجوم نادي الزمالك إنهم يقدروا يقدموا بشكل طيب في المباراديات ويتواجوا بيها طبعا الناس اللي متابعة عارفة كويس قوي ليحة المباراة زمالك النهاردة هيلعب بالطقم الزي الأساسي بتاعه الأبيض الهلال بالزي الأزرق في حالة التعادل هيلجأوا على طول مباشرة لرقلات الجزاء مش هيبقى فيه وقت إضافي طبعا المباراة الساعة 8 بتوقيتنا الساعة 9 بتوقيت الدوحة وده كان مدلول إنه يبقى يوم 9-9 الساعة 9 بالنسبة لهم هناك في الدوحة فمباراة أعتقد هتبقى كل الأنظار عليها افتتاح الاستاذ الأكبر والأهم واللي هيستضيف نهائي منديال العام تقالي الأخير عشان يحتدخلين على المغز تعتقد نتيجة كم كان؟ أتخيل إن نادي الزمالك ممكن يفوز بفارق هدف بفارق هدف 1-0 أو 2-1 بقى يعني حسب سر المباراة عبد الحميد فراج قدمت لنا رؤية استباقية للي حيحصل النهاردة شكرا جزيلا لك نتعشم إن شاء الله الفوز لنادي الزمالك ونعمل بكرة ستوديو تاني تحليلين نتكلم بقى إيه اللي حصل في المباراة ونحتفل في مفوز نادي الزمالك النهاردة أنا بشكرك جدا وسعيد إن أنا كنت في ضعفاتكم المهار ناورتين أوسارة ناورتين أوسارة ناورتين أوسارة